شخصياً صار لي أكثر من 10 سنوات وأنا أستخدم الماك وخلال هذه الفترة الطويلة استمتعت جداً بالتجربة ولازلت مستمتع لكن أثناء التجربة اكتشفت مجموعة من الحيل أو مجموعة من الأمور التي تسهل عليك الاستخدام بشكل كبير خاصة من ناحية الإنتاجية وسهولة التعامل مع الماك في هذا الفيديو اليوم سأقدم لك 10 نصائح أو 10 أمور التي تساعدك على الإنتاجية وتستفيد منها أكثر في الماك، دعونا نشاهدها مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا والله ومسهل، أحييكم فيديو جديد معنا عبداللغفيص وسلسلة مستمرة من الحديث عن أجهزة الماك في هذا الفيديو أعطيك خلاصة التجربة الطويلة والبعض الأمور التي ساعدتني بزيادة الإنتاجية والاستفادة من الماك والنظام بشكل أفضل للإنجاز الأعمال وإزالة التشتيت وغيرها من الأمور اليوم يوجد لدينا 10 نصائح لك وكل فترة سينزل مجموعة من الفيديوهات أكد أنك مشترك بالقناة ومفعل جرس التنبيهات حتى يصل لك تنبيه لما ينزل فيديو جديد أول مزايا التي ستساعدك بإزالة التشتيت أو تركز أكثر على المهام أول شيء هو إزالة الشريط السفلي أو الدوك الموجود في الأسفل هذا إزالته بشكل بسيط جداً كل ما عليك أن تذهب إلى شعار التفاحة أو شعار الماك وإعدادات النظام ثم نختار سطح المكتب وشريط الأيقونات ثم لديك هذا الخيار، إخفاوة إظهار شريط الأيقونات تلقائياً عندما انفعله، لاحظة الآن معي، اختفى وعطيك الشاشة الكاملة حسناً، ماذا سيحدث؟ سيحدث عندما أجلب الماوس هنا، سيظهر الشريط وعندما أذهب إلى فاتح أي صفحة ثانية أو أعمال على الأوفيس أو أي برنامج سيختفى ويعطيني الشاشة الكاملة أيضاً، لم يشتتني إذا كانت تنبيه أو إذا كان هناك أي رسالة وإذا كان هناك هزء بالتطبيق، فهذه لا سأرى نهائياً لديك وضع ملء الشاشة أو تكبير النوافذ عندما تفتح أي نافذة أو أي برنامج، لديك هذه الثلاث خيارات، هذا الزر الأخضر عندما تضغط عليه، سيكبر لك النافذة الحالية الموجودة وتكون ملء الشاشة فهذا يزيل لك الشريط السفلي وكذلك الشريط العلوي، ويعطيك تركيز كامل على الصفحة سواء فاتحي التقويم أو مستند أو تفعل منتاج أو تعديل للصور أو مثل ما أنا قاعد أفعل الآن، مثلاً بتصفح أو جالس أقرى مقال أو أي شيء فيعطيني تركيز كامل على البرنامج الذي أنا فاتحه ولا سيسبب لي أي تشتيت من أي تطبيق ثاني طبعاً، للخروج من هذا الوضع، ستضغط زر اسكابل على لوحة المفاتيح أو أنك تمرر الماوس بالأعلى وتظهر لك الخيارات وتضغط عليها من جديد كذلك في عندك هو وضع التركيز الموجود بمركز التحكم عندما تضغط على شعار مركز التحكم، ثم تذهب للتركيز هذا نفس الأوضاع الذي رأيناها مثلاً بالآيفون فهذا يعطيك مزايا حتى تركز على شغلك وخفيلك الإشعارات والمكالمات ولو رحت للإعدادات مثل ما تشوف هنا، تستطيع أن تصويرها مشاركة على جميع الأجهزة فهذا يعني أنك عندما تفعلها بالماك، تتفعل على الآيفون وعلى الآيباد أو إذا لم تحبيت هذا الموضع، تستطيع أن تقفلها بالشكل هذا وممكن لو فتحت أي وضع من هذه الوضع وعدم الإزعاج، أستطيع أن أتحكم فيها بشكل تلقائي وخليها مجدولة في وقت الدوام أو العمل، أستطيع أن أتحكم فيها نفس ما رأيناها على الآيفون كذلك عندما تذهب إلى الإعدادات وإعداد النظام، يوجد لديك الإشعارات أيضاً قريبة جداً من التحكم بالإشعارات الموجودة على الآيفون وبالمناسبة هنا نقطة مهمة خاصة مع التحديثات الأخيرة للماك، كثير من الناس لقد رأيت التعليقات على الفيديوهات الماضية عندما تكلمنا عن الماك أنه هناك صعوبة بالنظام أو لا أستطيع أن أتعود على النظام شبيه جداً بالتعود أو بإستخدام نظام آيو اس على الآيفون أو حتى نظام آيباد اس على الآيباد فتقريباً نفس الخيارات ونفس الفكرة يمكن إختلاف أين مكانها وحتى أنها تكون على جهاز الكمبيوتر وأنها تتعامل باللمس فطيب، لو رحت هنا للإشعارات، برضو تقدر تتحكم بإشعارات التطبيقات فمثلاً أستطيع أن أذهب إلى أي تطبيق عندي مثلاً فيستايم لا أريد الإشعارات أنها تظهر عندي فأستطيع أن أتحكم بإشعارات بشكل كامل، أستطيع أن أقفل الإشعارات كما ترى أستطيع أن أجعلها لا تظهر بشاشة القفل أو أن تظهر بمركز الإشعارات وكأنك تتحكم بإشعارات الموجودة على شاشة القفل بالآيفون فعندك هنا تحكم كامل إظهار المعاينات، هل تريد أن تظهر لك أو لا؟ فبالطريقة هذه، هناك تطبيقات تكون مزعجة لي، لكن أريد أن أستخدمها فأستطيع أن أتحكم بها من هذا الخيار مثلاً، مثلاً الـ Game Center، أنا شخص لا ألعب كثيراً على الماك فأريد أن أقفلها، لا أريد الإشعارات الناتجيني حتى لا تأثر علي وهذه الطريقة السهلة، والتي تفرق معك بالإنتاجية بشكل كبير هذه النصائح التي ذكرناها من ناحية التركيز على العمل وتقليل التشتت أثناء تعمل على الماك لكن هناك نصائح إضافية تسهل عليك الشغل بشكل كبير أهمها أنك كيف توقع على ملف PDF لو جاءك؟ هناك خيارات مدفوعة، مثلاً أنا عندي تطبيق أدوبي، لكن هذا يشتراك مدفوع فممكن من خلالها أقدر أني أسوي التوقيع، لكن هناك طريقة مجانية وتقدر أنك تسويه مباشرة بدون تحميل أي تطبيق وهي من خلال التطبيق الـ Preview أو المعاينة أو المستعرض، فأتي هنا تكون فتح بواسطة المعاينة الآن عندما أفتح الملف الخاص بالـ PDF، أذهب إلى الأدوات، ثم التعليق التوضيحي، وبعدين يوجد عندنا التوقيع فأضغط على إدارة التوقيعات، ومن خلالها أقدر أسوي لي توقيع وأحفظه بعدين أقدر أني أستخدمها بأي ملف PDF عندي فهنا أنا ما سويت الآن أي توقيع، طيب، فأجي هنا، تضغط مثلاً بالماوس، بنضغط، وبنوقع أي شيء مثلاً، أوكي، هذا التوقيع حق الشرح لما تخلص، تضغط مثلاً على أي زر مثلاً في الكيبورد، فخلاص الآن، حفظ هذا التوقيع أنه التوقيع الخاص فيني فأجي مثلاً أحفظه تم، الآن مثل ما تشوف صار التوقيع موجود وأقدر أني أستخدمه في أي ملف PDF مثلاً جاك ورقة تبغى أنك توقعها، أي حاجة عندك مباشرة أقدر أني أضيفها بهذا الشكل لما تروح للأدوات والتعليق التوضيحي والتوقيع بيكون موجود إذا سويت عندك التوقيعات بهذا الشكل كذلك لديك سبوتلايت أو الباحث الذي يسمى بالعربي والذي تستطيع أن تضغط على كوماند وبعدين زر المسافة أو أنك تروح إلى عدسة المكبر الموجودة بالأعلى طيب، ما هذا فكرته؟ هذا عندما تتعود عليه يختصر لك الوقت بشكل كبير فمثلاً أنا أعمل على مشروع، أتكلم عن القهوة ولا أقوم بعمل مستند وقوم بعمل القهوة مباشرة أكتب كوفي ويبحث لي عن الأمور التي في جوجل ويبحث لي بالخرائط عن الأماكن الخاصة بالقهوة كذلك يبحث لي عن الصور والملفات الموجودة عندي بالجهاز يجب لي مثلاً صور من الويب، كل شيء متعلق بهذا الموضوع يجبها لك بهذا الشكل وعلى فكرة طبعاً يدعم العربي فلو كتبنا مثلاً قهوة فبرضو بيجيب لك المعلومات ولكن باللغة العربية فميزة رهيبة جربها ولما تتعود عليها تختصر لك وقت كبير وعلى طالة الإختصارات لديك التاتش باد الخاصة بالماوس هذه اللو نروح للإعدادات النظام وبعدين نروح إلى لوحة التعقب طيب، الآن هناك مجموعة من الأمور التي تستطيع أن تفعلها وتسهل عليك الحركة فمثلاً لديك النقر سيكون متوسط خفيف سرعة التعقب وهي مثلاً سرعة الحركة ولكن ما يهمني هنا هو المزيد من الإيماءات عندما تذهب لديك التبديل بين الصفحات يمكنني أن أختار أكثر من شغلة فمثلاً السحب بثلاثة أصابع أو التمرير لليمين أو اليسار بأصبعين فممكن أن أسحب بهذا الشكل ويروح مثلاً للصفحة الثانية السحب بأصبعين أو ثلاثة طيب مثلاً السحب بثلاثة أصابع يشرح لك الطريقة أنه ثبت الأصابع وأسحبها وقاعد هنا برضو يشرح لك كيف الشكل اللي بيكون فصراحة هنا هناك مجموعة من الإختصارات التي ممكن أن تخصصها على حسب استخدامك أو أنك تكون مثلاً من تعرف عنها يعني مثلاً أبغى إدارة المهام فأنا لم أعرف أني عندما أضغط أو أسحب السحب بثلاثة أصابع أنه يطلع لي كل التطبيقات التي لدي ويفتح لي بهذا الشكل ففي مجموعة من الإختصارات تقدر أنك تخصصها وتسويها أيضاً من ناحية التمرير والتكبير والتصغير وإختصارات رهيبة تفعلي لتحتاجها وممكن بعضها أصلاً يكون يشتتك أثناء العمل فأنا مثلاً ما أبغى يسوي لي التكبير والتصغير فأشيلها مثلاً وتكون سريع جداً بتنفيذها كذلك أيضاً من نفس إعدادات النظام لو نذهب إلى لوحة المفاتيح فأنا هناك مجموعة من الإختصارات أو مجموعة من الإعدادات التي تستطيع تسويها لوحة المفاتيح وأيضاً هناك إختصارات لوحة المفاتيح وهذه مهمة جداً والجميل فيها أن تستطيع أن تخصصها على حسب كيف متعود هناك أشخاص متعودين في ويندوز يضغط كماند وشفت أو كنترول وشفت حتى يسوينا شيئاً معينة فتقدر هناك تختارها وتسوي نفس ما أنت متعود عليها في ويندوز خاصة إذا كنت لسه منتقل أنا شخصياً إذا أريد أن أعدل بين اللغة متعود أنه يكون كماند والمسافة لكن عندما يأتي هنا يقول كنترول والمسافة وهي نفس الأمر الذي موجود بالباحث فأنا أأتي هنا وبغيره ومثلاً كماند وشفت ومسافة أذهب إلى المصادر للإدخال وأختارها كماند ومسافة ومسافة الآن يغير لي اللغة ومسافة ومسافة ومثلاً لديك مجموعة من الأمور التي تستطيع أن تغيرها مثلاً لقطة الشاشة لوحة المفتيح وإدارة المهام ومثلاً ما لا تحتاجها ومثلاً لديك نميزة رهيبة وهي العلامات عندما تفتح الفايندر لديك العلامات الأحمر الإرجواني الأخضر الرمادي الأصفر أو تستطيع أن تعدل الاسم مثل ما ترى هنا نيو تيك ووورك فأستطيع أن أأتي هنا للإرجواني وأقول إعادة التسمية وأسميه مثلاً أي شيء مثلاً مشروع مثلاً مشروع للعمل بالكلية بالجامعة حسناً كيف تستفيد من العلامات هذه فمثلاً لدي هذه الصورة أأتي أضغط عليها وأذهب إلى العلامات وضع مثلاً تبع نيو تيك ثم أضغط إنتر ونضع هذا الفيديو وهذا الفيديو تبع علامة المشروع A حسناً الآن تذهب إلى المستندات على سطح المكتب بأي مكان لديك أي ملف تستطيع أن تعمل المشروع A يجب لي كل الملفات أو يفتح لي الملفات الخاصة بهذا المشروع أو التي أعطيتها نفس اللون ممكن أن أخلي الألوان أو اللون الرمادي أو صور أو فيديوهات أو أي شيء تستطيع أن تنظمها على حسب استخدامك فميزة رهيبة جداً خاصة لما تتعود عليها وترتب فيها الملفات الخاصة فيك وترتاح وتصل لها بشكل سريع هذه المزايا الرهيبة لن تكتمل الإنتاجية والسرعة والأمور إذا لم تحفظت على البيانات فعندك هنا آلة الزمن أو التايم ماشين هذه طبعاً سويت لها فيديو كامل وشرحت الفكرة كيف تأخذ نسخ احتياطي كيف تسترجع النسخة كيف تحفظها سواء على هارد اسك أو جهاز ماك ثاني مهمة جداً أتمنى أتمنى إذا كنت مستخدم ماك ولا فعلت التايم ماشين أنك الآن توقف الفيديو وتفاعلها عندك لأنها تحفظ بياناتك يعني أنت الآن تسرع الإنتاجية ومثلاً تبذل جهد كبير على ملفات ومشاريع ومستندات احفظها ولا تضيعها منك لأي سبب كان سواء انسرق الجهاز لا سمح الله صار فيه مشكلة يعني الأمور أو الحاجات كثيرة لكن احفظها عندك نسخة احتياطية بشكل سهل وشكل سريع وأنها تكون بشكل تلقائي حتى بدون أي تدخل منك وما تأثر على العمل الذي تعمل فمهمة جداً آلة الزمن أو التايم ماشين سأضع لك أذكر أنه سأضع لك الرابط بالوصف وفعلها عندك وأحفظ الملفات والبيانات والإنتاجية الخاصة فيك فهذه كانت عشر نصائح أو أمور أفادتني جداً خلال استخدامي للماء ومثل ما قلت لك بإذن الله بنتكلم خلال الأيام القادمة أو خلال الفترة القادمة عن نصائح إضافية وممكن أن نشرح ميزة معينة إذا تريد شيئاً تريد أن نشرحها اذكرها لي بالتعليقات لا تنسى الاشتراك واللايك والسلام عليكم اشتركوا في القناة